بسم الله الرحمن الرحيم نعود مجددا لنلتقي في شرحنا لمادة التحرير العربي وكنا في دروس سابقة قد بدأنا الحديث عن المقالة وتحدثنا عن الخطوات الكلية لكتابة المقالة فتحدثنا عن اختيار موضوع المقالة وعن تحديد الأفكار الرئيسة للموضوع وتوقفنا عند كتابة المسودة حيث ذكرنا أن كتابة المسودة لها أربعة أجزاء الجزء الأول عند كتابة المسودة هو صياغة عنوان المقالة وكنا قد تحدثنا عن ذلك كتابة مقدمة المقالة وكنا قد تحدثنا عن ذلك واليوم إن شاء الله سنتحدث عن كتابة العرض وكتابة خاتمة المقالة إن شاء الله تعالى لاحظوا معي كتابة العرض العرض هو المناقشة وهو الوسط وهو جسم الموضوع وفيه يعرض كاتب المقالة تفاصيل فكرتها الكلية عن طريق عرض الأفكار الفرعية بحيث تعرض متسلسلة ومتكاملة بحيث يعبر عن كل فكرة فرعية من أفكاره في فكرة مستقلة بحيث تكون كلها ذات صلاة حميمة تتكون منها مع المقدمة ومع الخاتمة كما سنرى الفكرة الكلية العامة للمقالة حين نتحدث عن شروط العرض الجيد وحجمه فإن نجد أن الترتيب وتسلسل الأفكار في منطقية واستخدام الإقناع هذا من أهم شروط العرض الجيد إذن الترتيب تسلسل الأفكار المنطقية في التفكير وفي العرض التسلح بالإقناع سلامة العرض من الأفكار الخاطئة ومن القناعات الشاذة بالإضافة إلى كون النقول والاقتباسات فيه قصيرة جدا العرض يشتمل على عدة فقرات كل فقرة منها تتحدث عن فكرة واحدة هذه الأفكار لا بد أن تتسم بالوحدة والتماسك والتسلسل المنطقي لا بد أن تتعانق الأفكار للفقرات في كل المقال لتشكل الوحدة الموضوعية والمعنوية في المقالة بالنسبة إلى حجم العرض فيستحسن أن لا يتجاوز من خمس إلى ست فقرات والفقرة الواحدة تتكون من خمسة أسطر أيضا لا يقل عن ثلاث فقرات إذن يكون العرض مكوم من ثلاث فقرات بالإضافة إلى عندنا فقرة للمقدمة وفقرة للخاتمة فسيصبح في حده الأعلى مكوم من فقرة واحدة في المقدمة ست فقرات في العرض فقرة واحدة في الخاتمة يعني ثمان فقرات كل فقرة من خمسة أسطر في حده الأدنى يتكون من ثلاث فقرات في العرض بالإضافة إلى فقرة في المقدمة وفقرة في الخاتمة فيكون المقال كاملا في حده الأدنى يتكون من خمس فقرات متسلسلة ومترابطة سمات العرض الجيد لاحظوا معي عندنا مجموعة من الأمور التي يصبح بها العرض جيدا في المقالة والعرض الجيد يحتاج إلى عدة أموم الأمر الأول هضم فكرة المقالة جيدا قبل الكتابة الاستدلال الجيد بالأدلة والحجج والبيانات الإقناع القارئ ويكون الاستدلال هنا وقت الحاجة لأنك تكتب مقال ولا تكتب بحثا علميا تقسيم العرض إلى عناصر كما رأينا في الخطوة الثانية وهو تحديد الأفكار الرئيسة للموضوع واختيار العناصر المهمة التي سيتحدث عنها الترتيب والتسلسل والتدرج من المهم إلى الأهم ومن العام إلى الخاص في كتابة أفكار المقالة اعطاء المعلومات الكافية المتعلقة بالموضوع لأنك حين تزود موضوعك بإحصاءات رقمية أو بمعلومات موثقة فإن هذا يدعم القناعة لدى القارئ بما تكتب استخدام الفقرات معتدلة الطول يعني ما يكون عندنا فقرة من عشرة أسطور وفقرة من سطرين يعني تكون متقاربة وقد جعلنا المتوسط في خمسة أسطور كما رأيتم لا بد أن يكون الأسلوب مثيرا وجذابا لا بد أن يجيد الكاتب الربط بين الجمل في الفقرة الواحدة ثم الربط بين كل فقرة والفقرة التي تليها مع الفقرة السابقة لها لأن هذا الترابط سيؤدي إلى ترابط المقالة كاملة نتحدث عن الجزء الرابع من أجزاء كتابة مسودة المقالة وهو كتابة خاتمة المقالة إذن نحن في كتابة مسودة المقالة صغنا العنوان ثم كتبنا المقدمة ثم كتبنا العرض والآن سنتحدث عن كتابة ماذا؟ عن كتابة خاتمة المقالة لأن عندنا أربعة أمور تندرج في كتابة مسودة المقالة كما رأيتم الخاتمة هي النهاية ولا بد أن يكون لكل مقالة نهاية وهي ضرورية جدا مثلها مثل المقدمة لأنها تعبر عن ثمرة المقالة وعن النتيجة الحتمية التي يرى الكاتب أنه قد خلص إليها لذلك يركز في هذه الخاتمة أفكار المقالة ويلخصها تلخيصا جيدا في الخاتمة لتكون آخر ما يقرأه القارئ وتكون الفكرة الأخيرة التي ستعلق في ذهن القارئ أحيانا يجعل الكاتب في هذه الخاتمة بعض التوصيات والاقتراحات التي يراها أيضا بالإضافة إلى تلخيص الأفكار وتركيزها لذلك قالوا أن الخاتمة لا بد أن تترك انطباعا مؤثرا لأنها آخر ما يقرأ من المقالة ولا بد أن يكون مستوى المنطقية والإقناع فيها هو في أعلى درجاته وبهذا تكون الخاتمة هي مستلة من الفقرات السابقة إلا أنها مستلة بطريقة أكثر تركيزا وأكثر منطقية وأكثر إقناعا الحجم الخاتمة كما قلت قبل قليل يكون في فقرة واحدة والفقرة تكون ذات خمسة أسطر في متوسط أعداد السطر في الفقرة الواحدة وقد تكون مساوية للمقدمة في حجمها وفي العادة تكون أكثر اختصارا منها وحتى يعني يتضح الكلام الذي قلناه وكما أن في المقدمة ضربنا مثال نريد أن نضرب نموذج لخاتمة مقالة جيدة وعندنا مقالة للدكتور محمد الشنطي كتب مقالة عن الفلسفة الوجودية ونحن الآن لم نعرض عليكم لا مقدمة المقالة ولا عرض المقالة الذي هو صلب المقالة والأفكار الرئيسة فيها وإنما عرضنا الخاتمة ومن خلال الخاتمة سنستطيع اكتشاف الأفكار التي تحدث عنها الكاتب في مقالتي يقول مما سبق يتضح لنا أن الوجودية ليست فلسفة شاملة أو نظرية متكاملة بل هي نزعات متباينة لا ينتظمها إطار كل تتشغى في مواقف جزئية متعددة وأنها جاءت كردة فعل لما ساد الحياة الحزبية من انهيار في القيم والمثل وهي إحدى مظاهر الهزيمة الشاملة التي حاقت بالتطلعات والأمان الموجودة بعد سقوط ملايين البشر في حرب عبثية وتناحر دموي على موارد الثروة ومناطق النفوذ من هنا كان ينبغي أن يتنبه شبابنا لما في هذه الفلسفات من خطورة تهدد حياتهم ووجودهم من خلال هذه الخاتمة أستطيع أن أتحدث عن أن أستنبط الأفكار التي تحدث عنها الكاتب في مقالته فيبدو أنه تحدث عن أن الوجودية ليست نظرية بل هي نزعة إذن الوجودية نزعة وليست نظرية هذا أولا الأمر الثاني تحدث عن السياق الذي جاءت فيه الأسباب التي أدت إلى ظهورها وهو أنها جاءت ردة فعل لإنهيار القيم والمثل في الحياة الحزبية ثم بعد ذلك تحدث عن السياق التاريخي الذي ظهرت فيه وهو أنها ظهرت بعد الحرب العالمية التي مات فيها ملايين البشر ثم بعد ذلك تحدث عن خطورة الفلسفة الوجودية على حياة الشباب ووجودهم إذن الآن استطعنا من خلال هذه الخاتمة المركزة أن نتوقع ونستنبط الأفكار التي تحدث عنها الكاتب في مقالتي وبهذا نكون قد أتممنا الحديث عن الخطوة الثالثة من خطوات كتابة المقالة وهي كتابة مسودة المقالة وننتقل الآن إلى الحديث عن الخطوة الرابعة وهي المراجعة والتدقيق بعد أن كتب الكاتب المسودة فبدأ بصياغة العنوان ثم كتب مقدمة المقالة ثم كتب عرض المقالة أو صلب المقالة ثم كتب خاتمة المقالة لا بد أن يتأكد الكاتب مسودة المقالة عند مراجعتها وتدقيقها مما يلي إذن هو كتب المسودة وهو الآن يراجع الأمور الآتية سلامة المفردات والتراكيب والاقتصاد فيها لأنه يجب أن تكون العبارات مركزة بعيدة عن الحشو الذي لا داعي له قوة الأسلوب والترابط في بناء الفقرات صحة المعلومات وأهميتها وقدرتها على الإقناع الالتزام ببناء المقالة والتناسب بين أجزائها بعد أن يتأكد من هذه النقاط الأربع تبدأ الخطوة الخامسة والأخيرة وهي كتابة النسخة الأخيرة من المقالة وطباعتها ونقل الموضوع من المسودة إلى المبيضة وتقديمها للقراء وبهذا يكون كاتب المقالة قد سار في كتابة مقالته على الخطوات الخمس التي تؤدي إلى كتابة مقالة ناجحة بإذن الله وبهذا الدرس نكون قد أتممنا الحديث عن المقالة ونلتقي مجددا إن شاء الله للحديث عن موضوع قادم بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر